أفادت وكال أنباء الإمارات اليوم الجمعة بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وقالت وزارة شؤون الرئاسة تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أهل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 يار وأعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام